مرحبا مونير عجم نسجل هذا الفيديو بالانجليزي والعربي سجلنا الانجليزي الانجليزي العربي بهذا الفيديو سنركز على المشاريع الكبيرة اما العملاقة نستخدم term major project عادة مشاريع والمشاريع العملاقة عادة نسميها mega project يعني باسيك للمشاريع بعشرات ومئات الملايين الدولارات حتى مليارات الدولارات هنتكلم عن النجاح والفشل هنتكلم عن شغلي دائما بعيدة بالانجليزي the good the bad and the ugly بالطبع التركيز بهالفيديو هو اكتر للشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة اللي عم بتنفذ مشاريع يعني المالكين الشركات اللي بتملك وعم بتطور مشاريع ممكن يكون مشاريع صناعية ولا بالقطاع البترول بالنفط اما بالعمار اما بالمستشفيات بغض النظر شو هو الكطاع اما كمان مشاريع التكنولوجيا ممكن يكون مشاريع كبيرة ضخمة بغض النظر نسميه عاطن كابيتال بروجيك اللي هي بتطلب استثمارات يعني مشاريع استثمارية اللي كانت مشاريع استثمارية بفاسيليتيز و اما ممكن يكون بتكنولوجيا مثل ما قلنا هنبلش بالسيق هنبلش بالباد نوز متل ما بقولوا بالاخبار الغير جيدي ويمكن من كتير المدرد التنفيذيين احيان مع بناموا الليل من ورا هالمشاريع احصاءات ودراسات هنبلش بجامعة اكسفورد ببريطانيا اللي عندن بالميجر بروغرام بالماسترز و دكتور بروغرام بالميجا بروجيكت بالبروجيكت من بيركزه على الميجا بروجيكت بعض الابحاث من شي بعض الى ثلاث سنين كان في تقرير عن مشاريع التكنولوجيا وكان المشاريع التقنية يعني IT مش عم نحكي على صوفتوير عم نحكي تكنولوجي يعني من ضمنه بالطبع صوفتوير و هاردوير ولاقيوا انه كمعدل عام المشاريع التكنولوجية ضخمة عم نحكي نحن المشاريع بيكلف عشرات و لمئات الملايين دولارات عم بيواجهوا كمعدل عام 200 بالمية over budget 200 بالمية وبعض المشاريع وصلت لمرحلة انه الشركات اللي عم تنفذها يعني الأونر الشركات ضخمة مثل امريكا مثل مثل شركة كيممارت و ليفايس جينز و غيرهم وصلوا لمرحلة تقريبا للإفلاس أما تأثير سلبي على على المؤسسات من وراء هالمشاريع اللي قدت الى فشل الزريع حتى في تقرير كان نكتب عنه مقالات اكتر كالف بي اي بامريكا مشروع بالتكنولوجي بروجيك بعد ما صرفوا مية وستين مليون دولار ألغوا المشروع لانه فشل يعني اكتشفوا ان عم بيفشل غيروا المتدولوجي غيروا الابروتش لانه يشتغلوا عليه بعد ما سنتين ما اكتشفوا ان المشروع معها الديناجي حصرفوا مية وستين دولار ألغوا للمشروع وهي عم نحكي نحن مؤسسة ضخمة يعني بامريكا بالطبع من الاكتشفوا ان يوجد كتير اكتشفوا مقالات عن مواضيع المشروع يعني مشاريع ممكن تكون طرقات وغيره والمشاريع الاولمبيكس اللي بتصير لما الدول بده تاخد تعمل الاولمبيك تتصير ببلاده هاو دي كمان مشاريع عادة ده اي بي اي بي اي بتل ما بقوله نرجع ل مؤسسة ثانية حكينا عنها سابقا وحكينا مكتبنا كم ارتيكلز وتشجيل عن الموضوع اللي هو مناظمة اسمه اي بي اي 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 اندباندن برودك اناليسس اللي هي يمكن اهم ولا من اكبر المؤسسات بالعالم اللي بتعمل ابحاث واناليسس عن مشاريع وبنشمارك باورنوا مشاريع ببعضها وعندهم داتاباز بالاف المشاريع كان في مقال من أحد مسؤولين تنفذيين من سبعين أما ثلاثة بيتكلم عن المشاريع بطبع تركيز على الأونر إنه إذا الأونر ما بيستخدمه proper methodology تيديره هالمشاريع ممكن الـ expectation تبعهم إنه يكون في reduction بالنت present value يعني بالأرباح حوالي 45% reduction يعني تنقول إذا هالشركة عم تعمل مشروع متوقعين أرباح بتساوي مليار دولار عم بيخساروا 45% منا يعني معي تبدأ ما يربحوا مليار عم بربحوا 550 السيون عم بربحوا بس خسر يعني opportunity cost لقلون هون 450 مليون لأن هذه المصريات كانوا متوقعين يربحوا وتوافقوا على المشروع تنفذوا وما ربحوا 45% لكننا بنحكي بمليار دولار ولا بنحكي بمليون دولار 45% مبلغ بخم إذا بعض هالشركات اللي عم تستخدم maybe methodology عندها approach بس مش maybe ممكن ما كتير on average كمعدل اخسرتهم 22% reduction بالنت present value بينما الشركات اللي بتتبع proper stage gate approach methodology عم بيتبعوا proper project management عم بيتوقعوا 5% increase بالنت present value يعني عنا هون نحن نحن نرنج من 45% reduction من net present value لخمسة بالمئة ربح الخمسة بالمئة زيادة هلا اذا بننسى اكسفورد ينوريشتي و اي بي اي خلان نجع على الواقع بالجرائد منشي تقريبا كمان اسبوع عين تليتيك في كان اكتر من مقال بجرائد الامارات والاسبوع الماضي كان في مقال عن مشروع بالسعودية مشاريع ضخمة متأخرة المشاريع اللي كنا عم نقرأ عنها مثلا بالامارات مشروع مول مليار دولار متأخر تقريبا سنتين مشروع قتال ضخم مباني كبيرة كمان مليار دولار كمان متأخر سنتين ميوزيوم متأخر ما بعض كم سنة ومن يكم يوم قرينا عن الكنجدوم تاور بالسعودية بجدة اللي هو بلش من 2011 يتحدث فيه في 2014 بلش من الكنجدوم متواقعين تلاتة سنين بلش من الكنجدوم الكنجدوم رجعوا وصوروا اربع سنين رجعوا من يومين كان في المقال بالجرائد اللي عم بتقول انه المشروع متأخر ل2019 يعني عم نحكي نحنا بلش بتلاتة سنين صوروا اربع صوروا خمسة هذا اذا خلص في 2019 كمان اليوم اما من يومين كان في مقال عن المشاريع النفطية باليو اس غالف كوست يعني تكساس لويزيانا منطقة اللي هونيك المناطق المشاريع النفطية كتيري فيها كمان الربورت عم بيقول المشاريع المشاريع العم بيؤدي الى وتأخير بالمشاريع بسبب بسبب لاكوف متوضلجي ولا برابر متوضلجي ولا برابر بلانينج يعني ما عم بيسير شغل صحيح على المشاريع بالطبع فيه عوامل ممكن تكون الأزمة العالمية اللي صارت بس اليوم بالنهاية الأزمات العالمية والفناج اللي بصير هيدا نكون انسان تبيل حدي من الكنترول والكوست اكتر للأسف ما عم بيسير فالداتا اليوم عم نجي نحنا انه فيه مشاكل هلا بالطبع ممكن ان حدا يجي اللي تب منير بالطبع انت هلا هدفك من هالفيديو و اكسفورد يونيورسيتي و اي بي اي هدفه نبيع نبيع حكي يعني احنا عم نجرب نارجي الفيلير بتنعمل تجينريت بزنس يعني اكيد نحنا عم نسجل هالفيديوهات الهدف الاول منهم هو التوعية لانه قرار من عم بيسمعو هالفيديو يمكن تسعة تسعين فاصي دون فاصل دون ميه منهم ما يجيني بيزنس منهم وبالنسبة لا اكسفورد يونيورسيتي هي جامعة بالنهاية بص بغض النظر اكيد نحنا لانعمع التوعية وبنلاقي يما ان البرجيك ليست مهمة اكيد نحنا نتمنى ان نقدر نقدم خدمات بادارة المشاريع سنكون بكل صراحة ومشعب انه اذا نقدر نحنا نساعد مؤسسات يتفيدوا هذه المشاكل والوضع المؤسف الذي كانوا يتحدثون عنه بصراحة أو لا يتحدثون عنه بصراحة لأنه بالنهاية إذا قدرنا ساعدنا شركات يمكن التكلفي لهم نحن أو لا نغير سوكاد أو غير سوكاد التكلفي على مشروع امبروving performance في الارياء في البروجيك مانجمنت لا يمكن أن يكلف افراكشن 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 من الذي يوفره لا نحن بكلفة المشاريع اكيد مشروع مليار دولار واحد بالمئة من قيمة المشروع واحد بالمئة من قيمة المشروع واحد بالمئة من قيمة اللي بتوفر الشركات إذا قدرنا ساعدنا هون يركبوا نظام متكامل لإدارة المشاريع بطريقة جيلة هلأ هون منتقل شوية للإيجابة نرجع نعمل سيلت كتش مرتين بآخر الفيديو طب اوكي نحن حكينا عن الباد نوز طب فيه جود نوز اكيد فيه جود نوز جود نوز انك بطبيعة اول شي مثل ما قلنا اي بي اي مسلا بتغطينا تقرير ما بتستخدم برابر ميتدولوجي توقع خمسة واربعين بالمئة ريداكشن ان نير بروفت بتستخدم برابر ميتدولوجي عندك خمسة بالمئة زيادة مثل ما قلنا CII The Construction Industry Institute الكمان تدرس capital project بيقولولنا عندون bunch of best practices if you follow their best practices you definitely see significant improvement بالكوس والسكتجول performance of by year project مثل بسيط من احد الدراسات المعمولية على الكوس على change management for example if you follow a proper change management best practice there's a CII guideline ولا غيره build it your own ممكن تتوقع اذا ما بتستخدم good practice the best practice change management ومعندك proper change management system ممكن تتوقع من الخمسة للعشرة بالمئة impact على project cost من ورا poor change management يعني خسارة منحكي خسارة بالمشروع يعني increase يعني increase خلنا نقول ممكن نسعى من الخمسة للعشرة increase بال capital cost على project بين خمسة وعشرة بالمئة يعني ضربة خمسة إلى عشرة بالمئة خمسة إلى عشرة بالمئة هيدا عم نحكي نحن بل change management لحالة كbest practice بينما في implement proper change management system و procedure best practice and a policy and guideline and you follow it مش بس you develop the process you follow it you can expect two to three percent savings due to this best practice طيب cia عندها 17 best practice لما فيك طبقهم كلهم نقول طبقنا اثنين ثلاثة اربعة منهم هون شو بكم عملنا نحنا وفرنا امكانية الكلفة تبع المشروع بعدما ناخد هد بخمسة وعشرة وعشرين بالمئة بالكلفة وممكن كمان بال schedule هون عم نجرب نصير انه لا اجابة بين اثنين ثلاثة اربعة خمسة عشرة بالمئة ممكن واكتر ازا مقدر نعمل proper implementation of best practice سو هون عنا two major organization IPA وCII وOxford University مشتو اكتر research بيلولنا في follow a proper project management system and methodology معناتها you can expect your performance to improve significantly in managing projects ولما عم نحكي نحن بميجا project يعني عم نحكي بمليارات الدولارات improving performance على هالمشاريع هيده is huge يعني بعض المبالغ اللي عم تنصرف هون ممكن هي مثل gross domestic product على الدولة الصغيرة يعني الانتاجية الدولة الصغيرة هون ضروري طب هلأ نبدأ نختصر هالفيديو طب شو معنات هالحديث كله مكيد اكي implement proper project management كيف او قبل الكيف هلأ نحكي شوية معلومات مثل ما قلنا CII بتقول build your system IPA بيقلولنا follow a good approach IPA اوالسو بتقلنا المنظمات الميلكين الميلك يعني project owner organization اوكي اللي كانت حكومية ولا خاصة اذا هن يديروا مشاريعهم مباشرة يعني through their own people اوكي في نتوقعوا significant improvement in performance يعني عندنا نحنا هون ما حطين رقم عليها هذا المقال عم باروها بس بالطبع حطين انه حسب ال data الموجودة ان المشاريع اللي عم يديرها الميلك مباشرة اوكي عم بيكونوا احسن من المشاريع اللي عم بيدورها اللي عم بيدورها حدا عن الميلك يعني بالخليج عندهم الدول العربية عندنا PMC project management consultant اما ممكن يكون general contractor اما engineering consultant يعني لما الميلك يكون هو عم بيدخل مباشرة ويدير مشاريعه مش كا client trap بيجيب PMC انه انا عندي من جيب اربع خمسة نحنا بيكونوا عم بيشتغلوا منسميهم project management باني reality عم بيتواصلوا عم بيكونوا نقطة الواصل بين الـ PMC وبين الـ owner organization لا نحكي نحنا Directly manage project so دراسة اكدت بناء على دراسات على احصاءات مشاريع حقيقية واقعية من جميع انحاء العالم لما الميلك يدير مشاريعه الاداء حيكون افضل ما انه يديرها عبر proxy ام عبر PMC ولا contractor هايدي معلومة المعلومة التانية اذا في proper system موجودين كمعلومة من احد المراجع من الاي بي اي كمان بعتقد والا سي اي 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 بي اي متوقع على حديد 25% improvement on schedule performance اكي 25% مشروع تتسنين significant فكروا فيها كيف ممكن اذا قدرتوا خلصوا مشروع يكون 25% اسرع من العادة اكي كيف اداش فيه additional revenue profit generated لالك مشروع مالك المشروع الكن مشروع مصفيت petrochemical or petroleum company ولا power plant ولا بنية عم تأجرها ما كاتبوا الا second هيا معلومة significant improvement معايتها هون شو عم بلولنا project owner invest استثمر بال project management project management اليوم هي core skills اللي هي ضرورية انك انت يكون عم بتدير مشاريعك مباشرة طيب ممتاز لالowner للميلكين تديروا مشاريعهم مباشرة شو معنايتها معنايتها بدك تعتبر project management اول شي خلينا نغير المينتسات المينتسات العقلية انه project management is a core practice is a core skills يعني هون بدا strategic decision انتو ك executive وك senior manager بالشركات الميلكين هل المقتنعين من الكلام الحكيني هون ولا برات هون ولا من ايا ريسيرتش ولا من project performance ابا مشاريعكم انه project management is essential اوك project management هي core skills ضرورية اذا مقتنعين invest in project management build your capacity and competence in project management بطبع هذا الشي ما بصير overnight بدك تاخد وقت وفي طرق وعنها افكار وفي كير افكار وفي طرق ممكن نقدر نساعدكم فيها بطبع هذا الهدف تكون هذا بعد سنتين ثلاثة اربعة خمسة على الاقل تكون self-sustained انت قدر تدير مشاريعك لحالك بدون ما تعتمد على احدا طيب كيف بدنا نتحقق هذا الهدف اذا مقتنعين بهذا الهدف كيف ينحقه بطبع من اليوم تبني project management system بداخل المؤسسة من ضمن القوانين الحوكمة وال policies والسياسات والمعايير ومعايير النجاح وكل شيء علاقة بال project management نظام متكامل مثلا احنا organization project management system بحاجة انت بحاجة لبناء نظام متكامل لادارة المشاريع والبرامج داخل مؤسستك هيا الخطوة الاولى كيف هذا الشيء بطبع بتطلب جهد بتطلب investment استثمار بس هون عم تستثمر انت ب organizational change عم تستثمر انت للمستقبل لادارة مشاريعك بطريقة انجح من عم تدير اليوم هذه الشغلة بالطبع من ضمن هالنظام المتكامل لادارة المشاريع لازم يكون في منهجية محددة لادارة المشاريع اللي هي بتتبع نظام stage gate process project life cycle يعني على امتداد حياة المشروع لازم يكون في stage gate بوابات لالقرار وللمراجعة خلال مرحلة التنفيذ المشروع خلال مرحلة العمل على المشروع من الفكرة لتوضيح الفكرة لدراسة الجدوة لدراسة امكانية التنفيذ المشروع بنجاح لتحديد نطاق المشروع وشروط المشروع والتنفيذ المشروع للخطوات التخطيطية الأولى للتفاصيل للمستر بلانينج كله هيدا قبل ما نصل لمرحلة الهندسة والكونستركشن وقبل ما نصل ناخد القرار النهائي أنت كمنظمة باعتماد المشروع ولا لا نرجع نختم الفيديو باختصار أبحاث كثيرة عبدالل أنه بالطبع project management اليوم هي علم مستقل بحد ذاته وفي نعملة اختصاصات من ماجسترات الدكتوريات فيه اليوم الشركات بيحاجي لبناء نظام متكامل لإدارة المشاريع ليش؟ لأن ال data اللي عم نشوفها ودراسات اللي عم نشوفها أنه إذا الproject owner ملكين المشاريع المنظمات اللي تملك مشاريع من مثل ما قلنا من جميع أنواع المشاريع هني قدرين أثبتت أنه إذا هني عم يديروا مشاريعهم مباشرة مش عبر PMC ولا General Contractor عم بيقدوا لنجاح أعلى مجين هكنا هني بيحاجي لبناء نظام متكامل لإدارة المشاريع داخل مؤسساتهم والاعتماد على مؤسساتهم بناء منهجية لإدارة المشاريع بتعتمد على نظام Stage Gate Approach هالنظام المتكامل والمنهجية لازم يكون فيها بالطبع نظام لإدارة المشاريع من ضمنه بيكون فيه نظام لإدارة التغيير نظام لإدارة إدارة الريسكس إدارة الجودي بطبع إدارة الـ Procurement وهالأمور كلها من ضمن نظام متكامل لإدارة المشاريع بالنهاية القرار بيقيدكم وبنترجى هون للمدراء التنفيذيين CEO رؤساء المدراء المسؤولين عن تنفيذ مشاريع Development Project برأيي نحن برأينا بالطبع من لمين هذا بس أنه هلأ يمكن أكتر عم بيكون أوضح وأوضح وأوضح اليوم كـ Project Management كعلم مستقل الخيار لألكون أنه هل تحتعتمدوا Strategic Decision أنه Project Management هي Core ولا نظل نعتمد على PMC وال General Contractor والطبع مشاريع ممكن يكون إداءة أقل من المميز أعطيكم العافية شكرا وإلى اللقاء شكرا شكرا